العلم العلماء البحث العلمي طيب التصنيفات بتاعة الاكاديميات والجامعات المصرية نشر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء تقرير انا شوفه مهم جدا هو من ضمن سلسلة فعلا بالغة الاهمية بالنسبة لي اين كنا وكيف اصبحنا ده بيصلت الضوء من خلال الانفو جراف على جهود الارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي خلال التمن سنوات اللي فاته وقفزة حقيقية حققتها الجمهورية الجديدة في هذه المؤشرات والتصنيفات بالدولية للتعليم الجامعي باعتباره اساس الاعداد للبحث العلمي ومتطلبات السوق العمل زملائي بيقولولي كل سلايد 30 ثانية شوف بقى 30 ثانية كده دي بقى ايه تبقى اعجاز انتم بتعجزوا خليها دقيقة يوز 60 ثانية تعالي ننقل هنا بس هتعدوا من اول ما تنقلوا على الشاشة قد انتم مستقصديني بقى طيب تعالنا نشوف الرؤية الدولية لتطوير منظومة التعليم العالي في مصر فتش سلوشنز بتقول ايه بتقول تواصل مصر تقديم بعض من افضل الجامعات في المنطقة من جامعات القاهرة واسوان والمنصورة وان ده انعكس في ادراج الجامعات المصرية ضمن تصنيفات افضل الجامعات على مستوى العالم بالمناسبة انه هذه الجامعات المذكورة موجودة بالفعل في التصنيفات بتاعت كيو اس و تايمز وموجودة في مراتب جيدة جدا ما كانتش وصلها لها قبل كده طيب المبادرة ده الكلام ده على فتش نفسهم بيقولوا المبادرة او مبادرة الحياة كريمة بتستهدف ايه؟ بتستهدف جودة الخدمات التعليمية في القرى المصرية من ضمن الاهداف بتاعتها تأسيس البنية التعليمية القوية والجامعات الحكومية والخاصة في كل المحافظات والتوسع في ايه بقى؟ انشاء الجامعات التكنولوجية تكنولوجيا جماعة والجامعات المتخصصة تكنولوجيا مش صايحة جديدة في العالم ايا كانت موجودة في العالم فاكرين الرئيس لما تكلم على احنا فاتتنا كام ثورة تكنولوجية وصناعية وانه احنا مش لازم نجري ده احنا لازم نحقق القفزات هو ده اللي بتكلم عن الرئيس يعني انا هضرب لك مثلا سويسرا فيها معهدين تكنولوجيا واحد منهم رقم اتنين على مستوى العالم والتاني رقم ستة على مستوى العالم امريكا عندها مثلا اتنين عندها واحد لو ايه ام اي تي الشهير يعني بتوع سويسرا واحد في زيوريخ واحد في لوزان بتوع امريكا واحد فوق في ماسيشوسيتس والتاني في كاليفورنيا يعني ام اي تي وكالتك انتو متخيق اللي حاجات دي بقالها كم سنة في الدنيا مش هقول لك عشان ما تتصدمش لكن اللي بيجرى في مصر دلوقتي هو تحقيق هذه القفزات جامعات التكنولوجيا تعالى نشوف الرابط اللي بيتعامل على عهدة فتش مش على عهدتنا وهو بيتكلم على ازاي مصر بتشتغل انه المشروعات التعليمية اللي موجودة في العاصمة الادرية الجديدة تشتغل على تقوية الروابط ما بين شتى الجامعات المصرية فيبقى فيه ربط ما بين كافة الجامعات وتبادل الخبرات والابحاث والدراسات وما الازل تعالى نشوف اليونيساف التابعة للامتحدة هم بيقولوا مصر قامت بتأسيس بنية تحتية رقمية لدعم نظام التعليم وكمان انه الاستثمارات طويلة الاجل في التعلم الرقمي خففت من وقت قط جائحة فيروس كورونا تعالى نشوف الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة الاسيسيكو وهو بيتكلم بيقول ايه بيقول اودوا ان اشيد بالتطور اللي بيشهدوا مجال التعليم العالي في مصر مصر بتخطو خطوات واثقة على اعتاب رؤية عشرين تلاتين واللي رسمت ابعادها القيادة المصرية بما يتوقع معه زيادة عدد الجامعات المصرية المصنفة عالميا طيب تعالى نشوف مجموعة اكسفرد للأعمال بيقولوا من المتوقع ان تجذب المزيد من الجامعات الدولية في مصر عدد اكبر من الطلاب ده اكسفرد للأعمال وبيقولوا انه مصر هي رائدة في مجال التعليم العالي في منطقة الشرق الاوسط والشمال افريق ونحن شعب عظيم يعلم كل شعوب الدنيا من قليل يا جماعة طيب تعالوا نشوف اللي بعد تعالوا نشوف تقرير التنمية البشرية والصدر عن الام والتحدة بيتكلم على ارتفاع عدد الجامعات الحكومية وارتفاع عدد الجامعات الخاصة وكمان التنوع المستمر في البرامج المختلفة داخل هذه الجامعات والمصارات التعليمية وزيادة التغطية الجغرافية يعني الجامعات تخدم اوسع نطاق جغرافي ممكن عدد الجامعات اللي اتبانى في مصر خلال التمن سنين اللي فاتوا اتبانت جامعات جديدة تقرير التنمية البشرية للصدر عن الام والتحدة ايضا يتحدث حول اداء المؤسسات التعليمية خلال جائحة كورونا هم بيعتبروا الاداء المقبول والملائم من الجاهزية للتعامل مع هذه الازمة خصوصا في تطبيق انماط التعليم عن بعد تعال نشوف بقى تايمز هاير ايديوكيشن تايمز هاير ايديوكيشن ده تشوف هم مصير تصنيفين مهمين جدا او تلت تصنيفات مهمة تايمز وكيو اس والتصنيف الصيني حلو طيب تايمز هاير ايديوكيشن هو التصنيف الاكثر قسوة انا بكلمك بامانة اكثر قسوة معاييره شديدة وغلسة ومعادة وحاجات كده يعني رهيب رهيب التصنيف الاهدى شواء كيو اس بس انا بشوفه اكثر وقعية يعني لانه هادي يعني في تاتا تاتا كده التصنيف الصيني تصنيف مهم وليه معايير تختلف حبة عن كيو اس وتايمز بس تعال نشوف تايمز هاير ايديوكيشن بيقول ايه بيقول تعد مصر الدولة الافريقية الاكثر تمثيلا في تصنيفات تايمز للتعليم العالي ده تصنيف بيتكلم على اهم واكبر وافضل جامعات الدنيا طيب وبيقولوا ان مصر بتشتغل على تخطيط جاد للاصلاحات الكبرى في نظام التعليم العالي انت عارف في 30 سنة يوم ان فيه جامعات اختفت من تايمز جامعات مصرية اختفت من تايمز مش موجودة جامعات اختفت من كيو اس مش موجودة التصنيف الصيني جامعات اختفت منه بالكلية وعادت خلال الـ 8 سنين اللي فاتوا للصين او التصنيف الصيني والتايمز والكيو اس مش بس كده لا ودخلت في قيمة الـ 500 الكبار على تقريبا عدد 6500 لـ 7000 جامعة معتبرة على مستوى العالم بص اليونسكو بتقول تصدرت مصر العنوين بالاوينة الاخيرة بفضل مبادرتها ومنصتها الرائدة بنك المعرفة المصري بص على تحديدا بص على وزراء التعليم العالي العرب المشاركين في مؤتمر المنظمة العربية للتربية وثقافة والعلوم قالوا اشاد كل الوزراء باهتمام القيادة المصرية بالشباب والتعليم من خلال تبني عدد من المبادرات التفاعلية مع الشباب والمؤتمرات الوطنية والإقليمية بل والعالمية تعالوا نشوف ازاي مصر اتقدمت في مؤشر سيماجو للنشر العلمي منذ صدوره مصر اتقدمت 13 مركز احنا كنا في المركز رقم 37 سنة 96 في 22 بقينا المركز رقم 24 طب بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على عدد الأبحاث العلمية المنشورة خد بالك انت هنا داخل بقى ايه؟ المنافسة اللي ما بينك وما بين انجلترا وأكسفورد وكيمبريج وكوين ماري وكينجز وإمبيريال كالج ده على سبيل ده نجيب لك بلد يعيد انجلترا بس موصل طب حاجة موناء ده غير بقى هارفرد وييل وستانفورد في أمريكا يعني حاجات كتير فانت وصل للمركز 24 في النشر العلمي بين جامعات العالم اللي بقولك انهم تقريبا الجامعات المعتبرة في العالم 6500 فانت في النشر مركزك بـ 24 تبقى اللي اسم عجو طيب تعال نشوف أو ساي ماجو تعال نشوف في U.S. News مصر قدمت في مؤشر جودة التعليم الزيت قدمت 14 مركز احنا في 2019 كنا يدوب وصلنا لحد 51 جينا في 22 عملنا قفزة تانية وصلنا لمركز 27 وده تصنيف متعلق بأفضل الأنظمة التعليمية تعال نشوف ايه الـ 41 مركز اللي تقدمتهم مصر كان في قانية حتة تحديدا الحتة دي في قدرة النظام التعليمي على تلبية الاحتياج فمصر قفزت 41 مركز تخالي اخي 2019 بكل الجهود المبزولة احنا كنا في 108 انت متخيل ده معناها ان احنا كنا فين قبل 2014 اذا كنت في 2019 بقية المركز 108 تيجي سنة 21 بقية المركز رقم 67 هنا المؤشر ده بيقيس مدى مساهمة النظام التعليمي في خلق اقتصاد قوي وتنافسي يقدر يخرج كوادر في مختلف المجالات والمناحي تنهض بالاقتصاد المصري يعني المسألة بقت مسألة متعلقة بالكيفية مش مس بالكمية هنا دي الاختلافات مش عادة تخرجين لا عقول تعال نشوف ال 14 مركز آسف العشر مركز اللي تقدمتهم مصر في مؤشر الابتكار العالمي 2014 احنا كنا رقم 99 بقينا رقم 89 على مستوى العالم في مؤشر العالمي الابتكار هنا بقى المؤشر ده عنده اكتر من ركيزة منها البحث والتطوير منها الانفاق على البحث العلمي احنا محتاجين نشد في حلنا شويتين تصدير الصناعات علية التكنولوجيا بنشد فينا بنشد حلنا فيها فعلا ثلاث حبات دلوقتي تعال ناخد صفحة رقم 4 طيب سايماجو بقى تصنيف سايماجو زي ما كنت بقولك هو تصنيف للمؤسسات الاكاديمية والبحثية بيستخدم مؤشرات مركبة complicated زي ما بيتقال ثلاث مؤشرات فرعية هي الأداء البحثي المخرج الابتكاري التأثير على المجتمع وبيقاس التأثير على المجتمع بمدى ظهوره على الويب سايتس طيب مصر في المرتبة الاولى عربيا وافريقيا من حيث عدد الجماعات المدرجة لعام 2023 طبيعي جدا يجي بعدين العراق ثم الجزائر بعد كده نيجيريا ثم المملكة العربية السعودية المغرب اسمه ايه ده اقول معاه جنوب افريقيا الاردن تونس بس انا بقى اشوف انت رقم عندك 49 جامعة العراق 41 الجزائر 39 نيجيريا 38 السعودية عندها 36 المغرب عندها 26 وهكذا وصولا الى دولة الكويت الشقيقة خمس جامعات وتم استبعاد بعض من الدول اللي تم ادرجها باربع جامعات في اقل يعني اي دولة عندها اربع جامعات او اقل ما تحطتش في المؤاشرة تعالى نشوف عدد الجامعات المدرجة في هذا التصنيف ومنذ صدور التسعة واربعين جامعة مصري بتوء موجودين جوا التصنيف تسعة واربعين بتوعي جوا التصنيف طيب انت متخلا الفين وتسعة كانت في التصنيف الفين وتسعة و الفين و عشرة خمستاشر جامعة في سبعتاشر جامعة بص بقى من الفين واربع و عشرة تلاتة و عشين خمسة و عشرين تسعة و عشرين واحد و تلاتين اربعة و تلاتين خمسة و تلاتين اتنين واربعين تسعة واربعين جامعة اكتر من تلات اضعاف اللي كان مدرج قبل 2011 اللي بعده طيب تصنيف تايمز البريطاني واللي بيعتمد على تلاتاشر مؤشر بيقيس اداء الجامعات عبر التدريس والبحث والمشاه و مشاركة و اتحة المعرفة والنظرة الدولية لحوالي 1800 جامعة من ضمن او مشمولين داخل 104 دولة على مستوى العالم طبعا نضيف لده عدد الاسدزة عشان ده جوز من المؤشرات بتاعت تايمز و كيو اس عدد الاسدزة بالمقارنة بعدد الطلاب نضيف لده كمان عدد الطلبة الدوليين او من غير اصحاب الجنسية بتاعة الجامعة اذا غيرت الجامعة في مصر يبقى فيه كم جنسية موجودة مثلا في جامعة القاهرة موجودة مثلا في اسكندرية في عين شمس اصيوت الى اخره و ده جزء من المؤشرات و طبعا معدلات النشر و ما الى ذلك طيب عندك 26 جامعة من مصر موجودة في مؤشر تايمز البريطاني تايمز هاير ايديوكيشن لسنة عشرين تلاتة و عشرين وبالتاني مصر هي المرتبة الاولى عربيا و افريقيا 26 جامعة في التايمز بعد كده سعودية هي المركز التاني بعدنا 21 جنوب افريقيا 15 الجزار 13 نيجيريا 12 الاخ الاخ و وصولا الى اثيوبيا عندهم جامعتين عدد الجامعات المصرية الموجودة في التصنيف 16 بقوا 3 17 بقوا 8 18 بقوا 9 19 بقوا 19 جامعة موجودة في التصنيف 20 20 20 21 21 22 23 23 26 جامعة مصرية موجودة في تصنيف تايمز وهو التصنيف الاشد والاقصر غلاسة تعال نشوف التصنيف بتاع يو اس نيوز وده اللي هناك في الوقت المتحدة الامريكية اللي بيعتمد ايضا على 13 مؤشر لتقييم كل جامعة بناء على الاداء البحثي التقييم من قبل اعضاء المجتمع الاكاديمي حول العالم وفي المنطقة مصر هي المرتبة التانية عربيا والاولى افريقية من حيث عدد الجامعات المدرجة لعام 20 23 سعودية عندها 20 جامعة مصر المركز التاني 19 جامعة جلو افريقيا 13 جامعة وتم استبعاد الدول اللي تم ادرجها في التصنيف بالجامعة واحدة بس فنصل الى انه عندنا في الاردن في جامعتين لبنان جامعتين قطر جامعتين غانا جامعتين تبقى لتصنيف يو اس نيوز طب تعال اتفرج احنا 2019 كان عندنا 11 جامعة فضل المنحنة بتاعنا في حالة صعود زي ما انت شايف 11 14 16 17 19 اذا ممكن على السنة الجاية نبقى في حدود الواحد وعشرين 22 جامعة ويمكن ازيد من ذلك تعالى نشوف اللي بعده صفحة 7 14 جامعة مصرية مدرجة ضمن تصنيف كيو اس لا انا هنا بقى ايه اقول للاصدقائي يا جماعة كيو اس ده 6500 اصدقى على كيو اس ده كل يوم او الله ليه بقى بعد انا حب انا حكاية الجامعان دي ومش عارف ايه واشوف التصنيفات وبص يا طار الجامعان بتاعيتنا ترتبها ايه عمل ايه اتجودة بص انا راجل حقاني السعودية على سبيل المثال انا مثلا مش متذكر اسم الجامعة هاله هي ملق جامعة الملك عبدالعزيز ولا جامعة الملك فيصل هي اللي واخد ترتيب متقدم جدا ما بين الجامعات العربية المصنفة داخل الكيو اس اظن ترتبها رقم مية حاجة وعشرين لو انا فاكر يعني افتحلكوا حتى كيو اس ونبصوا عليها سواء على تصنيف تلاتة وعشرين وده جيد بالمناسبة المنافسة في الحاجات ازا كده بتبقى حلوة طيب تعال نبص كده تصنيف كيو اس اعتمد على ثم المؤشرات لتقييم الجامعات السمعة الاكاديمية كيفية اعداد الجامعة للطلاب لسوق العمل ده موجود فعلا على كيو اس وبيطلع لك النسب بتاعتها طبعا نسبة الطلاب الدوليين معدل النشر نسبة الاسدزة الى الطلاب الى اخره مصر هي المرتبة نمر اثنين عربيا بعد المملكة العربية السعودية والاولى افريقيا الفارق بس جامعتين السعودية اللي لديها 16 جامعة مصر لديها 14 جامعة الامارات 11 جنوب افريقيا 9 تعالي نرجع عند اخواننا العرب الاردن 8 لبنان 8 لانو لبنان طبعا عندهم كفاية الجامعة الامريكية اظن تصنفها رقم 437 اخوتي اللبنانيين يفكروني احنا طبعا عندنا الجامعة امريكية بتاعت القارم عندهم الايو بي رقم اه والجامعة الايو سي بتاعتنا اظن وراها بحوالي 10 مراكز فعايزين يشد حلنا حبيتين المهم يعني عندك تونس 3 الكويت 3 فلسطين 3 البحرين 3 السودان 2 اي دولة اه فيها اقل من جامعتين مش موجودة جوه التصنيف عدد الجامعات المدرجة بص احنا في 2020 2020 انا ما جبت لكش كيو اس فتسعة وعشرة هنزعل اوي اوي عشرين عشرين كانوا ستة جامعات وبالتالي تضاعف عدد الجامعات باكتر من الضعف وصولا الى 14 جامعة سنة 23 وعشرين 18 جامعة مصرية تم زيادتها في اعداد الجامعات المدرجة في تصنيف كيو اس للمنطقة العربية تحديدا خلال السبع سنوات كيو اس لما بيجي صنف بيصنف ريجن وبيصنف العالم وبيصنف بالمدينة وبيصنف بالدولة وبيصنف بالتخصص الى اخره فانا عندي 33 جامعة سنة 23 قبلهم كانوا 29 قبلهم كانوا 25 تخير في 2019 كنا عشرين ايوة بص بقى الجامعات المصرية في تصنيفات التعليم الدولي للجامعات ست جامعات مصرية جديدة تم ادرجها في تصنيف شانجهاي او ده التصنيف الصيني اللي بقولك على الجامعات منذ دخول التصنيف 2006 كنا جامعة واحدة خش على 11 جامعة مصرية الجديدة اللي تم تصنيفها او اللي تم وضعها وادرجها في تصنيف شانجهاي للتخصصات الاكاديمية 2017 13 جامعة 20 22 24 جامعة طب تعال نشوف 21 جامعة مؤسسة علمية جديدة تم ادرجهم في تصنيف ويبو ماتريكس الاسباني منذ دخول 2012 كان عندنا 57 جامعة في 23 بقنا 78 ايوا بقى 11 جامعة مصرية جديدة تم ادرجها في المؤشر بتاع ريو ار الروسي للجامعة اكتر من 5 اضعاف في 23 بقنا 15 جامعة تخليك معي يا احمد لو سمحت ما تسيبنيش يا احمد مش عايز يا احمد مين جامعات مصرية الجديدة تم ادرجها في تصنيف لايدن الهولندي منذ دخوله او منذ دخولها التصنيف من ساعة ما دخلنا نحن في التصنيف احنا مصر لحد 2013 خير اللهم جعلوا خير برضو واحد زادوا عشر اضعاف بقى عندنا عشر جامعات في عشرين اتنين وعشرين من جامعة لعشر جامعات طيب تعالى نشوف التصنيف بتاع CWR كان عندنا اربع جامعات لحد 2014 خمس اضعاف هذا العدد في عشرين تلاتة وعشرين عشرين جامعة يا مؤمن خلصت الحتة دي فصل ونكمل الكنان اشتركوا في القناة